وفي اجتماع ثنائي استعرض خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الاندونسي العلاقات الثنائية ووجه التعاون في شتى المجالات إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية وشهد القائدان التوقيع على إعلان مشترك ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون شملت إعلانا مشتركا حول رفع مستوى الرئاسة لللجنة المشتركة وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ومن الجانب الاندونسي وزيرة الخارجية ومذكر التفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشاريع إنمائية وقعه من الجانب السعودي نائب الرئيس العضو المنتدب المهندس يوسف البسام ومن الجانب الاندونسي وزيرة المالية ومذكر التفاهم للتعاون الثقافي وقعه من الجانب السعودي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي ومن الجانب الاندونسي وزير التعليم والثقافة كما تم توقيع برنامج التعاون في مجال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزارات دكتور إبراهيم العساف ومن الجانب الاندونوسي وزير التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية وقعها من الجانب السعودي وزير النقل سليمان حمدان ومن الجانب الاندونوسي وزيرة الصحة ومذكرة تفاهم لإطار التشغيلي للنقل الجوي وقعها من الجانب السعودي وزير النقل سليمان حمدان ومن الجانب الاندنوسي وزير النقل وبرنامج تعاون علمي وتعليمي وقع من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومن الجانب الاندنوسي وزير البحوث والتكنولوجيا والتعليم العالي ومذكر التفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية وقع من الجانب السعودي وزير الشؤون الإسلامية ودعوة لرشاد الشيخ صالحة للشيخ ومن الجانب الاندنوسي وزير الشؤون الدينية ومذكرة تفاهم في مجال المصائد البحرية والثروة السمكية وقع من الجانب السعودي وزير الثقافة والإعلامة الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومن الجانب الاندونوسي وزيرة الشؤون البحرية والسمكية وبرنامج التعاون في المجال التجاري وقع من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ومن الجانب الاندونوسي وزير التجارة واتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة وقع من الجانب السعودي مدير الأمن العام الفريق عثمان ابن ناصر المحرج من الجانب الأندنوسي رئيس شرطة أندنوسيا